لم يكن طرح عطاء تحسين خطوط شبكة المياه في قرية أمبطيمة العام الماضي هو الحل لمشكلة الخطوط هناك بل زاد من معاناة الأهالي جراء البطء في التنفيذ الذي بدأ قبل نحو شهر تقريبا وتوقف بحسب مواطنين مما ألحق الضرر بالطرق الرئيسية والفرعية للقرية الماء عندنا من أول شحيحة وما تصلنا أنا من نسبة لي كمواطن من 86 لغاية الآن عمر ما متلى خزان عندي مياه بتصل المياه بالشتوية بتصل لكنها لا يمكن ترتفع إلى الخزانات ما تنتري ومن هذه المخجر من الناس ومن معاناة الناس ونراجع المسؤولين ولكن لا حياة لمن تنادي حضر المتعهد إلى المنطقة وقام بحفر الشوارع وحفر الخطوط وتركها منذ أكثر من شهر بدون أي إجراء آخر الشوارع دمرها تدمير تام سياراتنا ما نقدر نيجي فيها ولا نقدر نتحرك فيها كسرت سياراتنا يوم في الأسبوع هي حصة القرية من المياه غير أنها تناقصت بعد البدء بالمشروع فلا خطوط حسنت ولا مياه وصلت بل زادت نسبة الفاقد منها مشروع بلغت تكلفته 119 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة للعام الماضي تم طرح العطاء أكثر من سنة والمواسير والحفر اللي شاهدته بالتقرير يعبر عن مدى سوء تنفيذ هذا العطاء كل المسؤولين تم مراجعتهم ولكن لا حياة لمن تنادي كمجلس محافظة ما أن علاقة بالتنفيذ ولكن التنفيذ هو على المدرى التنفيذيين بحيث أن السكان الآن ما بدهم بياه بدهم إرجاع الشوارع على ما كانت عليه تواصلنا مع المختصين في إدارة المياه وعدوا بحلول مؤسسية نموذجية خلال فترة قريبة وحسب الإجراء المتبع عندنا أصحاب العطوط حطناهم بالصورة وإن شاء الله خلال الفترة البسيطة القادمة رح تكون فيه إنجازات على الأرض ورح يحس فيها المواطن طبيعة جغرافية أجبرت ساكني قرية أم بطيما والقرى المجاورة لها غربية محافظة المفرق على تحمل شح المياه خلال السنوات الماضية إلا أن الوعود بحل هذه المشكلة لم ترى النور بعد إذن أكثر من خمسمائة أسرة في قرية أم بطيما والقرى المجاورة لها يعانون من شح المياه ولا يعرفون موعد ضخ المياه إلى منازلهم فحتى هذا الخط الرئيسي المغذي لهذه المناطق بقي على هذا الحال منذ عامين أنس الحراشة المملكة محافظة المفرق للوقوف على أحداثيات هذا الموضوع ينضم إلي وإليكم باسل بصبوس مدير إدارة مياه المفرق سيد باسل حياك الله في قناة المملكة بشرتم بأعمال الصيانة وتحسين الخطوط في قرية أم بطيما بناء على عطاء تم طرحه العام الماضي أين وصلت أعمال الصيانة هذه ولماذا التباطئ في الإنجاز مساء الخير أخت ساندي والأخوة المشاهدين على شاشة قناة المملكة ستة عزيزة هذا العطاء تم طرحه في نهاية عام 2018 من خلال مشاريع محافظة المفرق اللامركزية العطاء له ثلاثين يوم فقط لغير المقاول شغال وسيتم التسليم تقريبا حوالي باقي من التسليم وثلاثين يوم ستكون جميع الخطوط في منطقة أم بطيما وهو شان وعين النبي جاهزة إن شاء الله يعني المدة التي ستحتاجونها سيد باسل لإنهاء المشروع بشكل كامل بقي ثلاثين يوما نعم صحيح ستة عزيزة وإحنا جاهزين وبتوقعي خلال الثلاثة السبع القادمة سيكون منطقة أم الطيمة جاهزة مية بالمية نعم أظهر تقرير سيد باسل بعض الصور لتلف بعض بالعامية نقل المواسير أو خطوط المياه هل تمت معالجتها نعم صحيح ستة عزيزة جميع الكسور هي حقيقة بالأصل الشبكة مهترئة يعني لما كانوا اهتراء بالشبكة لم يكن في تبديل للشبكة شبكة جديدة فالآن الوضع ممتاز جدا في مطقة المطيمة وجميع الكسور جاهزة والمقاول شغل فبعون الله عز وجل خلال الأيام القليلة القادمة سيكون عندهم ضخل مي طبيعي سيد باسل لم أفهم أنت تنفر لي بأن الحياة وردية تقرير الزميل أنس الحراحش صور لنقل أمس وظهر لنا اليوم وأنت تقول بأنه جميع الخطوط المياه جيدة وفي حالة جيدة لم أفهم لو توضح لنا لو سمحت نعم ستة عزيزة أنا أحكي لك أنه في تلف واهتراء بالشبكة القديمة لو ما كان فيه اهتراء ما يتم الاستبدال الآن حاليا على شبكة جديدة من خلال العطاءات أنا بالتنسيق مع الأخوان بالمفرق حقيقة تم إصلاح جميع الكسور والموجودة من جراء العمل من جراء عمل المقاول الذي قاعد يشغل الآن بالمنطقة لا بد أي منطقة عمل إلا يصير فيها كسر فتم تجيزة تماما يعني من بالتنسيق مع الأخوان وطلعنا عليها وتم تجيزة كاملة أيضا في التقرير سيد باسل أيضا لأقول لك بالعامية دور المياه لقرية أم بطيمة وربما في المفرق ولكن تحديدا في قرية أم بطيمة قالوا بأنه يوم واحد فقط في الأسبوع كيف ستعالجون هذا الموضوع أيضا؟ ست العزيزة الدور المتعارف عليه في تلك المناطق هو يوم واحد مناطق التي هي أم بطيمة هوي شان عين النبي مناطق الرحاب قضاء الرحاب كاملا حوالي 38 تجمع سكاني المنطقة لكل قرية موزع دور عليها بالتساوي إذن لماذا يعانون من الشح لربما تدفق المياه يكون ليس غزيرا لربما؟ ست العزيزة سمعت ملاحظة أخي المواطن يقولك المياه لا تطلع على السطح عندي نحن كشركة مياه اليرموك تابعي إلى وزارة المياه والري يتم إيصال المياه إلى العددات الرئيسية عددات المواطن وأنا أي مواطن لا تصل مياه خلال فترة الضخ يتم تزويد بواس صهريج والأخ اللي طلع على التقرير أنا ملتزم معه بكل ثلاث أسابيع أو أدي له صهريج مياه نعم سيد باسل بصبوس مدير إدارة مياه المفرق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك